بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أبناء طلاب الصف الأول المتوسط بمدارس تبوك الأهلية النمزجية أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة لغة الخالدة في الوحدة السادسة حرف وهوايات والموضوع موضوعنا اليوم رسم الهمزة المتوسطة على واو تعالوا يا أبنائي لنسأل ماذا تعلمتم؟ ماذا تعلمتم أن الهمزة المتوسطة تكتب على ألف وعلى ياء وعلى واو إذن ماذا تريدون أن تتعلموا؟ ماذا؟ نعم رسم الهمزة المتوسطة على واو رسما صحيحا تعالوا بنا يا أبنائي لنتعلم رسم الهمزة المتوسطة على واو رسما صحيحا هيا بنا في هذه المجموعة الأولى نكمل الجدول التالي عندنا الكلمة وحركة الهمزة وحركة ما قبلها والحركة الأقوى ثم بعد ذلك الحرف الذي يناسبها عندنا الكلمة الأولى وهي السؤال حركة الهمزة الفاتح حركة ما قبلها ما هو السوء نعم الضم الضم حركة الحركة الأقوى ما هي الحركة الأقوى؟ الفتح أم الضم الضم نعم 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 الضم ما الذي يناسبه من الخروف؟ الضم يناسبه الواو إجابة صحيحة إجابة صحيحة نعم نأتي إلى الكلمة الثانية وهي كلمة المؤذية 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 ما حركة الهمزة؟ ما حركة الهمزة؟ نعم نعم السكون 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 حركة ما قبلها الضم أيهما أقوى؟ السكون أم الضم السكون أم الضم نعم إنها إنها الضم الضم أقوى من السكون الحرف الذي يناسبه الضم الواو إجابة صحيحة إجابة صحيحة هيا نكمل الفراغات فيما يأتي اكملوا ما يلي في كلمتي المجموع ألف التي بين أيدينا كتبت الهمزة على واو لأن حركة الحرف الذي قبلها الضم والهمزة في الأولى ماذا؟ مفتوحة وفي الثانية ماذا؟ ساكنة والضم أقوى من الفتح والسكون والضم أقوى من الفتح والسكون تعالوا بنا إلى الجدول الثاني في المجموع باء لنكمله أيضا لنتعلم كيف تكتب الهمزة المتوسطة على واو الكلمة الأولى عندنا يملأها وحركة الهمزة الضم ما حركة الحرف الذي قبلها؟ يملأ نعم نعم الفتح الفتح إجابة صحيحة أيهما أقوى الضم أم الفتح الضم أم الفتح نعم الضم 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 ما الحرف الذي يناسب الضم؟ نعم إجابة صحيحة الواو الواو إجابة صحيحة إجابة صحيحة نأتي إلى الكلمة الثانية وهي التساؤل التساؤل ما حركة الهمزة التساؤل نعم الضم إجابة صحيح الضم وما حركة الحرفة الذي قبلها السكون نعم السكون أيهما أقوى الضم أم السكون الضم أم السكون الضم أحسنتم أحسنتم طيب الآن الضم ما الحرفة الذي يناسب الضم ما الحرفة الذي يناسب الضم نعم إنه الواو إجابة صحيحة كلمة شؤون الكلمة الثالثة حركة الهمزة الضم طب وحركة ما قبلها شو نعم الضم عندنا الهمزة مضمومة وما قبلها مضموم إذن الحرفة الذي يناسبها هو الواو نعم في كلمات المجموعة كتبت الهمزة على واو لأن حركة الهمزة الضم والحرف الذي قبلها آه نعم إما أن يكون مفتوح أو ساكن أو مضموم نعم نعم والضم أقوى من أي شيء والضم أقوى من الفتح والسكون أبنائي وأعزائي هيا تعالوا بنا لنصل إلى خلاصة درسنا بإذن الله الهمزة المتوسطة ترسم على واو في موضع عينيه الأول أن تكون مضمومة وما قبلها مضموم أو أو مفتوح أو ساكن أحسنتم والموضع الثاني إما أن تكون الهمزة مفتوحة أو ساكنة وما قبلها مضموم بذلك يا أبنائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرسنا نشكركم وإلى أن نلتقي بكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر